في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 71 قام وزير الداخلية محمود توفيق بأداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وعدد من قادة ودبط الشرطة والقوات المسلحة تناولت خطبة الجمعة لوزير الأوقاف تضحيات رجال الشرطة في سبيل حفظ وأمن واستقرار الوطن مؤكدا على أهمية ما قدمه رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداء للوطن مما ساهم في حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد وتوجه وزير الأوقاف بالتحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئة المجتمع الذين يواصلون البهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ترجمة نانسي قنقر